بتشكيل الحكومة بعيداً عن التوقعات ومن خارج الأسماء التي قدمتها الأحزاب التونسية اختار الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة هشام المشيشي لخلافة إلياس الفخفاخ في رئاسة الحكومة منذ نوفمبر الماضي مشاورات من أجل تكوين حكومة وكم من وقت ضاع في هذه المشاورات في تلك الفترة كان البعض فكر في الخروج على القانون والذهاب بالبلاد إلى التفتت والاقتتال فهو واهم وبعد تسلمه كتاب التكليف قال المشيشي في كلمة مقتضبة إن تسلمه للمسؤولية تحدي كبير في الوضع الذي تمر به تونس حالياً إن هذه الثقة مسؤولية جسيمة وتحدي كبير خاصة في الوضع الذي تمر به بلادنا وسأعمل بإذن الله جاهداً على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على الاستجابة إلى استحقاقاتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها طيلة هذه السنين ويتعين الآن على المشيشي الذي يعتبر من الشخصيات السياسية غير الحزبية أن يبدأ مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وتأمين الحصول على ثقة البرلمان في وقت تشهد فيه تونس صراعاً سياسياً اتخذ من البرلمان ساحة له وسط آمال بالاتجاه نحو استقرار سياسي حسن جوليد الحدث